احتفلت اقدم طائفة في العراق الطائفة المندائية بعيد الكرسة الذي يمثل عيد رأس السنة عند هذه الطائفة العريقة التي لها تاريخ مميز في ارض السوادة ساهم بشكل فعال في بناء الحضارة الرافدينية والانسانية مندائي والمهجر في ولاية ماشيغانا احتفلوا بعيدهم الكبير الذي وعدوا بداية البناء في منتصف تموزة بحسب مرجعهم العقائدية حيث ذهب ابناء الطائفة مبكرين الى النهر للقاء رجال الدين لغرض الاستباغة في الكنش وزهلي وبعدها يقومون بملء الماء من النهر وبتحضير الوجبة التقصية النظيفة ووضعها في الطريانة التي توضى عند النافذة المقابلة لقبلة المندائيين في الشمال هسا حاليا اشتغل باللوفاني او ما يسمى بطعام الغفران للموتى اللي توفى من الطائفة الصابقة المندائيين والشهداء الطائفة الصابقة المندائيين وهذا الطعام عبارة عن رغيف الخبز والفواكه والسمك المشوي وبعض الخضروات والماء والملح وهذا يكون على طهارة وعلى نظافة وعلى درجة من النظافة والطهارة بحيث لا يؤدي بس الشخص اللي كان مستبغ واللي لابس الملابس الدينية وهو ذكران للموتى وبعض نبدأ طقس خاص اللي هو قراءة بعض الصلوات والتلاوات على هذا الطعام ويبدأ تناوله من الشخص اللي يقوم بهذا العمل والناس الموجودين وهو عبارة عن الثواب يعتكف المندائيون في بيوتهم 36 ساعة تبدأ من غرب شمس نهاية السنة المندائية حتى شروق الشمس من اليوم الثاني من السنة المندائية الجديدة هذه المناسبة هي ذكرى تجل الخليقة الأرضية وفيها يسمح الإله للملائكة أن يزور عالم النور ثم يعود بعد انقضاء العيد إلى أماكنهما ويعتقد المندائيون أن في هذا العيد يحدد الإله طالع السنة المقبلة لذلك تعد هذه السنة عيد قدوم المعرفة الأولى أي نزول كنزربة القنزفرا فوزي القنزفرا مصبوب رئيس الجالية المندائية في أمريكا وكندا بهذه المناسبة السعيدة أحب أن أقدم التهاني والتبركات إلى الجالية المندائية في أمريكا بشكل خاص وكندا وإلى عموم المندائيين في دول المهجر بأحر التهاني وأجمل التبركات بمناسبة حلول العيد الكبير ده وربه إنه يوم تلبية الدعاء وقبول الرجاء لكل قلب وضمير مندائي في العالم ولهذا اليوم تقوصا خاصة به بعضها تمهد وتيسر للمعتكفين إمكانية الاعتكافة وبعضها الآخر شعائري من ضمن متطلبات العقيدة أثناء الكرسة يلتزم المندائيون بالطهارة القصوى ويتجنبون التلوث إلى أقصى حد إذ لا يجوز خلالها مسأي شيء غير مطهرة كما لا يشربون أو يأكلون أي شيء إلا مما اختزنوه قبل مساء أول يوم الكرسة تعود فكرة العيد إلى تصليب الأرض وتهيئتها لبداية الحياة الأرضية إنها قصة الخليقة أول ملحمة إنسانية في العالم أنتجتها الحضارة العراقية عبر تاريخها المشرق لجميع الأممة